موسيقى السلام عليكم ورحمة الله هذه أول نشرة إخبارية للعام الجديد 2018 أصحبكم فيها أنا محمد زاوي وفي البداية أبرز العنوين موسيقى ارتفاع قتل الاحتجاجات في إيران إلى أكثر من عشر وروحان يهاجم الترامب نظام تشيرة الحرة بين أوكرانيا والإمارات يدخل حيز التنفيذ وفي النشرة أيضاً إندونيسيا تستقبل العام الجديد بحفل زفاف جماعي موسيقى أهلاً بكم بداية أفاد تلفزيون الحكومة الإيراني أن عشرة أشخاص لقوا مصرعهم أثناء الاحتجاجات الشعبية في البلاد أمس الأحد لترتفع حصيل الضحايا الاحتجاجات المستمرة منذ أربعة أيام إلى إثنى عشر شخصاً وتمثل هذه المظاهرات أجراء تحدي لقيادة الجمهورية الإسلامية منذ التوتر عام 2009 فيما ارتفعت دعوات للمزيد من المظاهرات في البلاد اليوم الاثنين واستمرت الاحتجاجات الليلة الماضية لليوم الرابع على التوالي حيث خرجت مظاهرات ليلية في أكثر من مدينة إيرانية منها مناطق في العاصمة طهران وردد المتظاهرون شعارات مناهضة لسياسة الحكومة وطالبوا بوقف دعم النظام السوري وحلفاء إيران في لبنان وغزة والالتفات إلى حال الإيرانيين في الداخل وفي ذات السياق قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن الأجهزة الحكومية ينبغي أن تؤمن لمواطنها مساحة لنقد محذرا في الوقت نفسه من أي أعمال عنف وجاء تصريح روحاني في أول تعليق على تظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها عدة مدن إيرانية منذ يوم الخميس كما اعتبر روحاني أنه لا يحق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب التعاطف مع المحتجين الإيرانيين بعدما وصف قبل بضعة أشهر الأمة الإيرانية بأنها إرهابية كما قال هذا الرجل في أمريكا الذي يريد اليوم أن يتعاطف مع شعبنا قد نسي أنه قبل بضعة أشهر فقط وصف الأمة الإيرانية بأنها إرهابية يجب أن لا نسمح لأمريكا التي تعاني من قضاياها الداخلية حيث يشعر الأمريكيون بالقلق إزاء وضعهم السياسي والاجتماعي الحالي وشخص ترامب هذا الذي تصرف دائما ضد الشعب منذ توليه الرئاسة حيث تصرف ضد الأمة الإيرانية وضد هجرة أبنائها إلى الولايات المتحدة والحصول على التأشيرات وكل يوم يخلق مشاكل شخص يعمل يوميا ضد الإيرانيين لا يمكن له أن يشعر بالتعاطف مع الأمة الإيرانية دخل نظام التأشير الحرة بين أوكرانيا والإمارات العربية المتحدة حيث التنفيذ بداية من اليوم حيث سيكون بإمكان المواطنين الأوكرانيين أصحاب جوازات السفر البيومترية السفر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بدون الحاجة إلى تأشيره مع إمكانية البقاء في هذا البلد لمدة 30 يوما هذا وكان وزير الخارجي الأوكراني بافلو كليمكين قد وقع في نوفمبر الماضي على هذه الاتفاقية مع نظره الإماراتي خلال زيارة الرئيس بيترو بارشنكو إلى دولة الإمارات أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأوكرانية أليكسندر موتوزيانيك أن قيادة عملية مكافحة الإرهاب في قليمة دنباس سجلت العديد من الخروقات من قبل المسلحين الموالين لروسيا عشية الاحتفال بعيد السنة الميلادية الجديدة في المنطقة الواقعة باتجاه لوهانسك أطلق المسلحون أكثر من 16 قذيفة من عيار 82 مليمترا على مواقع القوات الأوكرانية في محطة لوهانسك مستخدمين أيضا قذيفة القنابل ومدافع الهوم في اتجاه دونياتسك سجلت خمس خروقات لوقف إطلاق النار حيث تعرضت المناطق الواقعة بالقرب من بلدة فرخناترويتسكي لهجوم واسع إلى جانب مواقع الجيش في بلدة شيروكينة التي هجمت باستخدام مدافع الهوم من عيار 82 مليمترا ووفقا للقيادة الأوكرانية فإن بلدة هنوطفو لم تسلم هي الأخرى من القصف أيضا حيث هجمت بقذائف الهوم من عيار 82 مليمترا و120 مليمترا كما وتعرضت بلدة فاديان لإطلاق النار من الأسلحة الرشاشة الجيش الأوكراني ووفقا لوزارة الدفاع التزم بالهدنة وتجنب الرد على استفزازات المسلحين الهجوم الأكثر عنفا من جانب قوات الاحتلال الروسي جرى بالقرب من هنوطفو حيث أطلق المسلحون قبل ساعة واحدة من حلول السنة الجديدة ستة قذائف هاون من عيار 82 و120 مليمترا وتعرضت تحصينات الجيش الأوكراني بالقرب من فاديان لإطلاق النار من الأسلحة الرشاشة أيضا فيما التزم الجيش الأوكراني بالهدنة وأبدى ضبطا للنفس ولم يرد على استفزازات المسلحين احتفل مئات الإندونيسيين بليلة رأس سنة الجديدة بتنظيم حفل زفاف جماعي في العاصمة جاكارتا حيث تجمع ما يقرب من 900 رجل ومرأة في خيمة كبيرة وسط المدينة قبل ساعات من منتصف الليل للصلاة مع أسرهم قبل التوقيع على أوراق الزواج وأشرف مسؤولون حكوميون على مراسيم الحفل وعقد القران حسب ما نقلت وكالة رويترس وأهنأ أنيس باسودان حاكم جاكارتا المتزوجين وقال إن المدينة ستنظم هذا الحفل كل عام في ليلة رأس سنة وجمعت إدارة المدينة تبرعات لشراء هدايا ذهبية ليقدمها كل عروس أو كل عريس لعروسه بالنسبة لكثير من الناس من ذو الدخل المحدود فإن إقامة حفلة زفاف يعد مشكلة كبيرة ببساطة لأنه لا يوجد المال الكافي والكثير لا يسجلون عقودا للزواج في الدوائر الرسمية وبالتالي فإن أطفالهم لا يحصلون على الامتيازات المناسبة ولكن اليوم بالنسبة لنا جميعا هو عيد حقيقي لقد شهدنا حفلة زفاف لأكثر من أربعمائة شخص في الرياضة أهلت لعبات التينيس الأوكرانية إيلينا سفيتولينا والبريطانية جوانا كونتا إلى الدور الثاني في بطولة بريسبن الدولية حيث تمكنت سفيتولينا من الفوز على الإسبانية كارلا سواريس نافارو وكونتا على الأمريكية ماديسون كيز سفيتولينا المصنفة السادسة عالميا تمكنت من تجاوز عقبة نظيرتها الإسبانية بمجموعتين دون مقابل ستة اثنان وستة أربعة فيما ستواجه خلال الدور القادم الكرواتية أنوي كونيوخ المصنفة في المركز الرابع والأربعين عالميا اللاعبة الأوكرانية سبق لها المشاركة في دورة بريسبن خلال عامي 2015 و2017 وتمكنت من الوصول إلى الدور النصف النهائي هنأت تشيكيون أوكرانيا بعيد رأس سنة الجديدة على طريقتهم الخاصة حيث زينت شجرة عيد الميلاد بألوان العالم الأوكراني شجرة الميلاد نصبت في العاصمة تشيكية براغا في كاتدرائية سانت فيتوس وكتبت أسماء المدن الأوكرانية التي احتلت روسيا عليها وفقا لتغريضة سافر أوكرانيا في جمهورية تشيكي يفغيني بريبينيس على تويتر والذي وضع صورا لشجرة عيد الميلاد عبر حسابه ختام نشرة اليوم قدمناها لكم قناة يو اي تي في بالعاصمة كييف كل عام وأنتم بخير شكرا على حسن المتابعة والسلام عليكم